إذا هذا الوضع بملكوت الله كل واحد الله يصير يكلمه يصير يعمل زعيم يصير يعمل مسؤول يصير يعمل نبي حتى على مسحاء الله موسى الله اختاره لا هدف معين الله ملكة ريش مريم لا بالعكس بركة حتى أعطاها موهبة التنبؤ حتى أعطاها تكلم إليها مظبوط هيك الكتاب بقول ولكن هذا كان عنده وظيفة وهي وظيفة أخرى أمرات نحن بسبب مواهبنا منصير بنا نتعدى نتعدى المسئوليات بتلاقي لك مثلا إنسان بروح بخش له كل يتلهوت أربع سنين بيجي معاه شهارة بي ايش هو الأسيس لحاله بفهم ما أنا كمان تعلمت ايش هو الموضوع من بفهم أكتر لا ده أسألك سؤال إذا بتلاقي لك أبو أسكى من أبوك ومتعلم أكتر من أبوك أبوك بيبطل أبوك إذا بتلاقي لك وحدي أحلى من أمك ومعها شهدت الدكتوراه وراحت كل يتلهوت خلاص بطلت أمك هذه سالجديد أمك أحسن في أمور نحنا على متلا أنا اليوم مش محتاج لأمي بالمر يمكن ببو صغير محتاج لأمه بس إحنا اليوم نأكل لحالنا ونلبس لحالنا ونشتغل ونجي باكل ليس لدي أي حاجة لأمي طيب شو اللي بيخليني لكان أحبها وأخضع لإله وأبركها مش الحاجة الاحترام المركز اللي الله أعطاها بالنسبة لي ما في حاجة أنا يعني إذا هي بطلت تعطينا مساري مش رح أموت إذا هي بطلت تعطينا مش رح أضعف عشان بطلت أكل علاقتي في أمي علاقتي في أبوي مش مبنية على الحاجة اليوم ولكن بعده هو أبوي بعده يأمي بعده أدعمي بعده أدعمتي بسبب الاحترام والمركز اللي إليهم في حياتي هيك علاقتنا في بعضنا البعض موسى كان أخوها وأمراتنا إحنا حتى الأخوة مثلا بالجسد منفكر إلينا امتيازات أكتر من ناس تانين فصار تقول طيب شو يعني هو موسى لحاله الله بيكلمه طيب شو ما لهو بقول للشعب بروحوا لهون وتعوا لهون وهو قعدوا ووقفوا وصلوا وما تصلوش واسمعوا ونازلوا وعزوا طيب ما الله بيكلمني أنا كمان وأنا شفت رؤى وأنا حلمت أحلام وأنا بسمع وأنا 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 صارت بدأت تأخذ المركز اللي أعطاه ياته الله هاي اللعبة بعد موجودة من وقتها لليوم بكنيسنا بتلاقي هالكنيسة بتدأت بطريقة حلوة وألا بيصير يقيم بين هالإخوي خدام وخادمات وهذا إشي مبارك لا كنيسة ما فيها خدام وخدوات معناته كنيسة ما إلى مستقبل لأن دمات الأسيس ماتت الكنيسة بشو بيصير أمرات هالخدام بيصير هيك يتقو بيصير يتعلم بيصير يتقدم بيصير طب إيش بيصير بيمسكها الأسيس بيزدته أو بيمسكها الخادمي اللي قبله بيقوله خلص بطلنا بدنا إياك بطلت نفعنا إحنا إيسا بدنا بيضل هنا عنصر الاحترام والهابي اللي الله وكلوا عها المسئولية مش مين متعلم أكتر مين بيفهم أكتر مين بتنبأ أكتر أنا بخضع لمرشده لأنه الله مسحهم يكونوا بهذا المركز وهاي المصيب اللي صارت هون إنه هارون ومريم علقوا بها الخطي حتى لو أنت متعلم حتى لو أنت فهمان لازم تضلك تتعلم كل عمرك فيش حدا بوصل لوضع إنه بطل يتعلم حتى لو أنا صرت رجل عظيم تعرفوا شو أنا ما أبدأ أذكر أسألها بس فيه أخوي هنا متعلمين قد عشر مرات بس معهم بيحكوا معان شهاية دكتوراه ولهوت وهلا هلا بس لما أنا بس معهم بيحكوا بقول أسيسنا يوسف طب أنا معي شهادة الدكتوراه بس شاف كيف في الهيبي يعني بيعرفوا حتى لو أنا معاي شهادة الدكتوراه حتى لو معاي أنا شهادة علم حتى لو معاي شهادة فيزيا بس وحتى لو أنا خادم صلي يمكن 30 و40 سنة لك المرة بس ألأ أسيس جاك قدش صليك بالخدمة قولي يمكن 35 يا 39 سنة بالخدمة أنا عمري 40 سنة يعني من أول ما خلقت أنا لليوم هو بيخدم الله طب إذا بيجع كنيستنا خلص بقولي لا أنت بعدك 22 سنة ماشي مع الرب وتخدم الرب أنا صلي 39 يلا هو عدى جانب أنا السمحة لك لا بكل ما عنده إجا وضع نفسه تحت السلطة اللي الله أعطاني إياها وأعطى شيخ الكنيسة هاي روح المسيح إذا منصير نفهم بعضنا بهذه الطريقة بتشوفوا إن احنا منصير ندعم بعضنا عشان هيك أمرات في كتير خدام وأسس بيشوفوا واحد عم بيحرك بده يصيرك خادم بيخاف بقول لك إذا صار ناجح رح يزتني إنه في فيش احترام لمسحة الله فيش احترام لمسيح الرب شو يعني مسيح الرب يعني الرجل اللي مسحه ووكله الله على خدمي فبتلاقي لسي صار إلو منافسين فرح أحاول كل وقت لأنه أنا بعرف إذا وصل يوم الأيام ناجح رح يزيحني فبتلاقيني بيخاف على مركزي ومنصير بالجسد نحارب بعض إذا واحد تلع صوته أحلى مني بديش يرنم محلي إذا جالنا واحد بعض بجتار أحسن لسي يوسف بصير دائما يليفشو عشان ما ما يطلعش واحد بعرف يدربك لا بديش حدا ينجح أحسن مني ولا بدي واحد يصور أحسن مني ولا بدي واحد يرنم أحسن مني ولا بدي واحد يكون شاعر أقوى مني لأنه باللحظة اللي هو صار منيح معنات أنا ضعيف معنات أنا راح يبطل الناس يهتموا فيي وهي المعركة من وقت آدم وحوى لليوم موسى وهارون ومريم المنافسي مين بدي ينجح أول مين اللي بدي ينجح أول بملكوت الله مش هيك بملكوت الله نحن بدنا ندعم بعضنا البعض بملكوت الله نحن بدنا نساعد بعضنا البعض ونحترم كل إشي وكل موهب وكل عطي الله أعطاها لكل واحد حتى الله يباركنا لأنك إذا ما بتخضع لخطة الله وما بتحترم مسيح الرب الرب اللي مسحه إن كان هذا شيخ كنيسي إن كان هذا شماس الكنيسي إن كان أسيس الكنيسي إن كان خادم بيجي يوم إذا أنت بدك تكون متمرد بيجي يوم تختبر نفس الاختبار إن ناس تمرد عليك ناس تهينك ناس تبهد لك وبنفس الكال اللي أنت بتكيل فيه يو كان لك وإذا بتكون إنسان بالعكس مليء نعمي مليء بالروح القدس فيك الروح الهيبة والإحترام والخدوع لأجل الله بالأول زي مولتكم إحنا مش بحاجة للأسيس ممكن نجيب ميت واحد غيره زي مولتلك أنا مش بحاجة لإمي ولا أنت بحاجة لإمك ولكن فيهم عنصر الاحترام والوقار المبني على الخدوع بالروح القدس والأمين أمين فمريم بلشت تحكي ضد موسى هي وأخوها روم من بعد الاختبارات الروحية خلصت وعبر البحر الناس بتتفضل لإيه لانجانجاني للكلام عشان هيك أمرات إحنا بحاجة نضلنا بروح الصلاة إحنا بحاجة نضلنا بروح العبادي لأنه لما منفلس وإذا اللي صار طيب كانوا كل عمرهم أربعمائة سنة في أرض العبودية كانوا يصلوا يا رب طلعنا من مصر يا رب طلعنا من مصر يا رب طلعنا من مصر أربعمائة سنة يصر خواه الصراخ لحد يتما الله طلعه من مصر وقالله طلعه من مصر بيادن شديدة وعمل ضربات عظيمة على فرعون واختبارات وكان الرب متبارك ومعظم بحياتهم لحد يتما عبروا هالبحر عبروا هالبحر طبقا لسه ليش بعد ننصلي كل عمر ننصلي الله يطلعنا من مصر طب اطلعنا شو بصر للإنسان بوصل وضع اسمه الفلاس هذا الفلاس الروحي كتير مؤمنين بوصلوا لهذا الوضع أفلس روحيا